وعايزة أبدأ معك بالمصري المصري عنده تشكيلة كويسة جداً هذا الموسم عنده جهاز فني محترم جداً بخاذ الكاتن علي ماهر مباراة أولى مباراة تثنائية هنقول إنه خسر من الأهلي مع طرد أنت برضو تلعب النادي الأهلي حمل لقبه وفريق كبير فأمور كلها صعبة أنت شايف المصري الموسم ده يكون عامل إزاي؟ خلينا أول طبعاً اللي احنا بنشكر محافظ برسعي جداً اللي هو أقنع مستر كامل أبو علي اللي هو أكون متواجد في النادي المصري والراجل بيحب النادي المصري جداً سيد المحافظ أو مستر كامل مستر كامل من الناس المحبوبة جداً جداً في برسعيد راجل بيحب النادي المصري وعاش للنادي المصري الراجل بصراحة ما بخالش على النادي المصري بأي حاجة عمل صفقات على أعلى مستوى جاي بجهاز فني على أعلى مستوى أنا اشتغلت مع كابتن علي ماهر كابتن علي ماهر من المدربين اللي الواحد اتعلم منهم كتير شغال على نفسه كتير رجل بيذاكر طول الوقت لا ومختياره للعيبة ما شاء الله جايب لعيبة جايب اكتر من 10 صفقات او 9 صفقات كوياتين جدا بس دايما يا كابتن لما انت بتجيب لعيبة لازم يبقى متأقلمة لازم يبقى فترة اعداد طويلة عنده لعيبة جاي متأخر يعني محمود حمادة لسه جان جاي باهر المحمد كان لسه جاي معلش انت اول مباردة كانت فعلا مباردة اثنائية خلينا نقول اللي انت بتلعب بالنادي الاهلي كان بيلعب نهائي صوبر وجاهز عنك انت اتفاجئت طبعا بأداي النادي الاهلي قدامك انما كابتن علي من الناس اللي انا زي بيقول لك بيحب بيلعب الجيم مفتوح كابتن علي عنده جرأة جدا جدا قدام اهلي وزمالك ما بيخافش من المدربين اللي انا بقول لك ان شاء الله بإذن الله هتشوفهم في النادي المصر عاملين مسم كبير وطبعا كل دوت مش هيجي من اللي لازم يكون في دعم من الجمهور النادي المصري الجمهور النادي المصري عاشق للنادي المصري جدا ونفسه النادي المصري السنة دي اخد بطولة او يكون على الا حاجة موجود في افريقيا زي ما الفترة اللي فاتت بصراحة كان النادي المصري ما يكون في افريقيا بيشوف انت الجمهور بيبقى الفرحة عاملة ازاي كابتن هي الفرق الجمهرية كده وانا شايف ان شاء الله بإذن الله نادي المصري الجمهور هيدي الدعم كبير جدا للكابتن علي ماهر فترة اللي جاية وأنا بقوله مصبوره عن نادي المصر ما تقلقوش كابتن علي من المدربين الجامدة جدا اللي أنا اشتغلت معها ولما كان مسيكنا في الأسيوتي كان دايما بيلعب على مركز ما كانش بيلعب احنا لسه كنا فرقة صعدة وقدر جابت 3-4 لعابة خبرات وكنا متواجدين معاه والحمد لله كسبنا الأهل طلعنا من الكاس ونهينا سادس وكانت فرقة معلش بأقل بأقل الأمكانيات وكانت فيه لعابة على أنتذكر تاخد ألفين ولعابة تاخد تلاتين ألف وخمس تلاف ادر من الفرقة دي تعمل فرقة محترمة والحمد لله أنا قديت معامل موسم من أحسن مواسمي موجودة في الأسيوتي والنادي ساعتها بقى برامض لا أنا بقول لجمهور نادي المصري أنتوا معكم درب محترم ومعكم رئيس نادي محترم إن شاء الله بإذن الله بإذن الله يدعم منك أنتوا أشوفوا نادي المصري إن شاء الله بنفسه على بطلب إذن الله السنة طيب أنت بقى كفريق شباب وأنا عارف أنت عملت شغل كويس أول مع فريق الشباب الحمد لله هنبدأ نشوف مواهب كبيرة موجودة مع الكابتن علي مع الفطر اللي جاي من فريق الشباب أنت شاف إن عندك لعيبة كده ينفع تلعب ممتاز بسهولة والله يا كابتن الكلام ده مش هيجا من فراغ لازم أنت تصرف على القطاع وتجيب لعيبة والكلام ده عشان تقدر تشوف مواهب موجودة أنا طبعا معنا طبعا مستر كامل وبعلي ومجلس الإدارة المحترمة اللي موجودين في النادى حاليا اختاروا رئيس قطاع رجل محترم وأنا اشتغلت معاك كابتن عباس نور الدين والكابتن سيف داود من الناس اللي هو طبعا من الناس اللي هي أخدة قص مصر في النادى المصري طبعا ومعنا الجهاز معايا المحترم قطاع كله بصراحة عندنا مواهب كويسة عندنا الحمد لله أنا لعب 4 مباريات لغاية دلوقتي يعني لعب مع الجونة ولعب مع أسوان ولعب مع الاتحاد ولعب مع مبي والحمد لله كاسب الله 4 مباريات أنا ونادي الزمالك الأول وأنا تاني الفرق بونت بيننا وبين الزمالك لا فيه عندي أقل حاجة سبع لعب يكونوا متوجدين في الفرير الأول والفترة اللي جاية يعني الكابتن علي قاعد معي وكابتن محمد عبد الكريم والناس عاملين لينك بيننا وبين بعض اللعيب الكويس طلبها يرشحوننا يكون متواجد معنا وانا الحمد لله عنده ان شاء الله الفترة اللي جاي بإذن الله طلع له أقال لحاجة أربعة لعيبة بإذن الله هتشوفهم بيدعموا الفريق الأول وانا دايما بخبراتي أنا بنصح اللعيب اللي معايا اللي انت ما تطلع الفريق الأول ما تنزلش الانت أهم حاجة مش فرحان اللي انت طلعت وتنزل أنا عاوزك تطلع تلعب وده ان شاء الله الكابتن علي هشتغل عليها أنا عارف الكابتن علي لو انا عايزك تطلب حم neither مش عايزek شوفك تاني انا عايزك تبقى موجود حتى لو انت الحمد لله انا عندي استعدال النتبت حقيقة عندنا فرقة في الفين و مناعة منها عندها النصر كويس جدا انا عندياca عن عندي اتنين سردباكات والله يكونوا موجودين فى الفرق الأول عندي باقرة كويس جدا عنديدفندر كويس جدا عندي فروق كويس يعني الحمد لل jeu عندنا اتنين جوان ما شاء الله عليهم الكابتن ابراهام صبح الهاجر ازالهم شغلة كويس جدا وإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هتشوف محسن ده موجود وحسام حسن ده موجود وخالد وهتشوف أحمد فوزي يعني هتشوف محمد فوزي اللي عايب كواس جدا بقرات كواس جدا وعدنان لا لعيبة كتير إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هتشوفها أتمنى بس من مجلس الإدارة ومستر كامل اللي هم يبصوا بصة كده على القطاع بإذن الله وإحنا نقدر نوصل لهم إن شاء الله بخبراتنا إن شاء الله بالفراغ